فقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ومن إعجاز القرآن أنه هنا قال وعلم فعطف بالواو التي تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق وتعطف بالانفصال وبالاتصال فهي لا تقتضي أن هذا مرتب على ما سبق فلو قال فعلم آدم الأسماء كلها لكان ذلك متصلا بما سبق وهنا الواو تشير إلى أن في القصة حذفا وطيا وسيبينه مضعا آخر علم آدم الأسماء كلها قيل المقصود اللغات لغات العالم جميعا علمها آدم وقيل أسماء المخلوقات جميعا وعموما وسيلة التفاهم وأداة التفاهم من ألطاف الله سبحانه وتعالى وقد علمها آدم وفي ذلك لطف عجيب بالجنس البشري فهذا الجنس البشري يحتاج إلى التفاهم ما بينه وهذا التفاهم يمكن أن يقع بإحدى الحواس أو بالإشارات أو بالكتابات أو بالنطق ويمكن أن يتلقى كذلك بإحدى الحواس إما بالبصري وإما بالسمع والحواس بعضها من الصعب عليه التفريق ومدركاته قليلة كالشم مثلا فالروائح من الصعب التفريق بينها وكثير منها متقارب جدا ومن الصعب أيضا أن نجعل لكل معنى رائحة تعبر عنه فلذلك أقصينا حاسة السمع من التفاهم وبقي لنا حاسة البصر وهي مستقبلة ولكنها ليست منتجة فلا يمكن أن تنتج ما يقع به التفاهم إلا مجرد إشارة بالجفن مثلا وحاسة السمع كذلك مستقبلة لا منتجة فبقيت لنا حاسة إما اليد بالإشارة وإما اللسان بالكلام فاليد يمكن أن تكتب ما يحصل به التفاهم ويمكن أن تشير إشارة يحصل بها التفاهم ولكن ذلك مقتض لأسلوب من الذكاء يميز به الإنسان المكتوب ويفهمه ويفهم به الإشارات والفروق بينها ومن الشاق أن يصنع الإنسان علامات تعبر عن كل المعاني كالكروت الرياضية التي فيها كرت حمراء وكرت صفراء وغير ذلك فهذه تعبر عن بعض المعاني بأدوات معينة ولكن من الشاق أن نجعل لكل معنى نريده وكل مطلب أداة أو شيئا يعبر عنه فلذلك احتجنا إلى استعمال النطق والنطق لا يكلف كثيرا من التكاليف لأن الله جعل الإنسان محتاجا إلى الهواء وجعل له هذا الإكسجين الذي يستنشقه بأنفه فيوصله إلى رئته وحينئذ يجري في الدم في كل أجزائه فيصل إلى جميع أجزاء بدنه ثم يخرجه الإنسان بالزفير من الرئة وقد تلوث بما خالطه فدخوله أمر طبعي ليس للإنسان في تدخل فيقع والإنسان نائم ويقع من غير قصد وخروجه كذلك ولكن جعل الله لنا وسيلة للنطق وهي الضغط على الهواء الخارج الذي هو الزفير في مواضع محددة وهذه المواضع اختلف فيها ليس 17 أو 15 وهي مخارج الحروف وبالضغط عليها تتكون الحروف لكن هذا الضغط متفاوت فمنه ضغط شديد يخرج الحروف الشديدة ومنه ضغط خفيف يخرج الحروف التي هي دون ذلك ومنه ما يؤدي إلى جهر بالحروف ومنه ما يؤدي إلى همس بها فالشدة والرخاوة والهمس والجهر في الحروف صفات بحسب مستوى الضغط وبهذا يسهل على الإنسان أن يركب من هذه الأصوات التي تخرج بسبب الضغط على الهواء الخارج أن يركب منها الكلام وهذا الكلام يحصل به التفاهم فعلم الله آدم طريقة ذلك وعلمه الأسماء كلها ثم بعد ذلك أقام الله هذه المسابقة العظيمة بين آدم والملائكة الكرام والحكمة منها بيان فضل آدم وفضل الجنس البشري وذلك من فضل الله جل جلاله فنحن معشر البشر ليس لنا أي مشاركة في ذلك وإنما شرفنا الله باختياره على الملائكة الكرام وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير فالاستخلاف مهمة عظيمة مقتضية لحصول التنافس فلذلك احتجنا إلى أن يبين فضلنا حتى لا يقع تجاذب فالإنسان إذا كان مقنعا واقتنع الجميع بأنه أهل للقيادة سيستسلمون له أما إذا لم يقتنعوا به ولم يكن له أي صفات تميزه وتؤهله للقيادة فسينازعه الناس قيادته وصلاحياته ولذلك قال ابن إسرائيل لما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فلابد من بيان الصفات التي تميز الجنس البشرية حتى يكون أهلا لهذه الوظيفة وهي الاستخلاف فلذلك عقد الله هذه المسابقة بين الملائكة الكرام وآدم وهيأ آدم للحصول المسابقة فعلمه المقررات وألهمه إياها وحفظه إياها وجمعها له في صدره فالامتحان إذا لم يسبقه إعداد ولم تسبقه مذاكرة ولا مدارسة هو من قبيل العنة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات وهي الأسئلة والامتحانات التي فيها خفاء وصعوبة ولم يحضر لها الإنسان ولم يتهيأ لها فهيأ الله آدم لحصول الامتحان وعلمه الأسماء كلها فكان جاهزا لحصول المسابقة ولم يعلم الملائكة الكرام ذلك لأنهم كانوا يرون الفضل لأنفسهم وكانوا يرون أنهم أهل للإستخلاف لأنهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقد ألهمهم الله وعلمهم ما يحتاجون إليه وهو التسبيح والتقديس والتحميد وحينئذ لله العدل وتمت كلمة ربك وحصل ما أراد الله سبحانه وتعالى فقد قال سبحانه وتعالى في الثناء على كلماته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته فلذلك علم الملائكة ما يحتاجون إليه وهو التسبيح والتحميد والتقديس وعلم آدم ما يحتاج إليه وهو الأسماء كلها ثم بعد ذلك جاءت المسابقة فعرضهم على الملائكة عرض المسميات على الملائكة وهنا جاء التعبير عنها بما يدل على العقل وذلك أن العقلاء يغلبون على من سواهم ثم عرضهم ولم يقل ثم عرضها أو عرضهن قال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين كنتم صادقين في أنكم أهل لهذه المنافسة والمسابقة فحينئذ تأدب الملائكة الكرام ورد العلم إلى الله تعالى قالوا سبحانك وهذا الذي ألهمهم الله سبحانه وتعالى من الثناء عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فردوا العلم إلى الله وأخبروه أنه لا علم لهم إلا ما علمهم الله من التسبيح والتحميد والتقديس والعبادة فليس لهم اطلاع على ما سوى ذلك من الغيوب والحكم التي لا يعلمها إلا الله فما أطلعهم الله عليه من الغيوب صار غيبا نسبيا وما لم يطلعهم عليه لا علم لهم به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأثبتوا له الصفتين المناسبتين لهذا المقام وهم العلم والحكمة فعلمه يحيط بالكائنات والخلائق فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهو الحكيم فكل تصرفاته وأفعاله إنما هي على وفق الحكمة البالغة ولذلك لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير وأن يعلمنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الحكمة فإنه يؤتي الحكمة من يشاء ترجمة نانسي قنقر